هذه مصطرة الساعات الذكية من ناحية الصحة الأبل واتش صح بس ولكن يقول لك أن اليوم السامسونج غالكسي واتش 3 فيها ميزة موجودة على الأبل واتش يعطيكم الصح والعافية معكم أحمد بعريكي هذه السامسونج غالكسي واتش 3 مالة LTE عند الكوكي هنا راح يكون فيه لون أحمر عشان تميز ما بينها وما بين الجالكسي واتش 3 اللي ليس LTE اللي لازم تكون شابكة على التليفون علشان تقدر أنت تستفيد منها من ناحية الساعة الذكية بس بجرمون راح يكونوا النفس الشيء اللهم المستشعر الإضافي اللي قلت لكم عنه بأول الفيديو اللي راح يكون مدعوم على سامسونج غالكسي واتش 3 LTE فاريينت بس ما راح تكون موجودة على سامسونج غالكسي واتش 3 العادية وهذا المستشعر اللي قاعدت تكلم عنه هنا جمعات الخير راح يكون مستشعر حق قياس تقدم Blood Pressure مو موجود حتى على الأبل واتش حيث ما تعودين نحن على الأبل واتش أنه يعطيك Heart Rate Monitor صح هذا موجود بكل الساعات يابون أن أشيء يديد هو EKG من قبل سنتين وبعدين يابونك Blood Oxygen Level كلها راح يكون موجود على الأبل واتش وهذه الأمور كلها راح تحصلها لأنت على ساحة سامسونج بالإضافة حق Blood Pressure بس ها لازم تكون أنت مسوي لها تزامن أو شيء مع الجهاز فعلي موجود عندك بعدين تقدر تستعملها أنت كستاندالون عشان تقيس ضغط الدم على التطبيق عجيبي هنا اسمه سامسونج Health Monitor راح يكون مربوط تماما مع القراءات اللي أنت تأخذها ويتبع مع الشغلات اللي تقدر تسويها إن كان Blood Pressure مثل ما أنت شايفين أو EKG كلها يكون موجودة هنا أنت عندك على الساعة عمالتك وتقدر بأي وقت تتسوي تزامن ما بين وما بين الساعة على سبيل المثال خلنا أخذ قراءة يديدة كون هذه الساعة الوحيدة اللي حاليا تعطيك قراءة Blood Pressure مثل ما أنت شايفين نقل له Measure ومن يبلش معاك أنه هو ياخذ القراءة راح يطلب منك أنك أنت تقعد و Don't move or talk فبوقف الكلام على طول يعطيك القراءة طبعا اللي يعرف القراءات مالة الضغط راح يدري أنا عندي يمكن الساس أكثر من الطبيعي بشوي بس رغم الثاني راح يكون على مستوى الطبيعي 80 ف124 على 80 يعتبر زين مع ذقات القلب شوي مرتفعة 79 دقية بدقيقة فبهذه الطريقة راح تقدر أنك أنت تستعمل الساعة عشان تقيس ضغط الدم بدون أن يكون عندك أنت الجهاز إلا مثل ما قلت لكم ما هو شيء حق عندما تستعمل القراءة أو تحتاج أن الجهاز يكون عندك من بعدها تقدر تعتمد على الساعة عشان يعطيك هذه القراءة وهذه القراءات اللي ما يعرفها حق مالة الضغط إذا عندك أنت أقل من 120 و أقل من 80 هذا يعتبر رينج الطبيعي إذا بين 120 و 129 هذا يعتبر بالرينج المرتفع نسبيا حتى لو كانت أقل من 80 حق الديستوليك وبعدها عندك الهائي بلود برشور ما بين 130 و 139 و 140 و فوق هذا لا يعني تعتبر أنت تستيج 2 وعندك هايبركراسل إذا كان أكثر من 180 هنا عاد لأ ذلك الساعة متوقع هذه القراءات راح تشوفها بالمستشفى الله لا يقول بس خينشوف بعد شنو القراءات الثانية اللي تقدر أنت تسويها عندنا هنا طبعا مثل ما قلت لكم الإي كي جي خينساوي الإي كي جي نقدر نحن نقيسها على الطول رجعها شوية بس على الرسط مثل ما هم كاتبين وقل له اوكي نحن بلش ياخد قراءة الإي كي جي بسم الله ومن نتخلص راح تلقى أن التزامن يكون على طول موجود هنا إن كونكلوسيف حق آخر واحد أنا سويته مع أن الهيستري ريبورت ما اللي كان معطيني سينس ريثم قبلها بس هنا عندي أنا إن كونكلوسيف فخلنا أخذ بعد قراءة علشان نحصل نشوف سينس ريثم مثل ما أنتم شايفين القراءة على طول صارت متسجلة أنا عندي هنا بالتليفون علشان يقدر يتبع صحتي بشكل مستمر فعندي أنا سينس ريثم مرتين من ناحية القراءة ومرة واحدة طلعت لي إن كونكلوسيف عشان شذي طرت أن أنا أعيدها فالكمبنيشن ما بين التطبيق إنه يسوي لك على طول تزامن ما بين الساعة هذه الشغلة احنا شايفينها من قبل والحلو في الموضوع التتبع ليعطيك هي رح يكون مربوط مع البلود برشور ويا الاي كي جي بنفس الوقت خلنا نسوي نحن نرن حق البلود أكسجين ونشوفهم بعد شلون دقتها من ناحية القراءة فمرة ثانية نحرك بالكوك وهذا هنا عندنا البلود أكسجين رح يطلب منك إنك إنت تتسند على الطاولة دخلي الساعة تكون أقرب على صدرك ممتاز 77 دقة بالثانية 96 دقة بالنسبة وايد وايد حلو وهذا هم نفس الشي رح يكون متزامن مع التطبيق اللي يكون خاص فيك عشان يتبع كل الأشياء اللي تكون خاصة بالصحة عندك أما بأجي الأشياء اللي انت متعودة أن تكون موجودة في ساعة سامسونج رح تكون موجودة هنا أكيد نفس الكوك العجيب علشان تقدر تعطيك تجربة مستخدم مختلفة عن جميع الساعات الثانية تضيف أي وجهت انت كنت تبه وكون هناك هي مثل ما قلنا LTE فهتقدر تحمل عليها أغاني أو تسوي ستريمينج من ناحية تطبيقات اللي تكون لها أغاني وتشبكها على بلوتوث مع سماعات اللي ممكن تكون موجودة عندك وكان الله غفورا رحيما فهالثلاث قراءات هذه بالذات يجعل هذه الساعة تكون متميزة ومنافس فعلي حق ساعة شركة أبل ومع LTE يكون على قولاتهم هذا التكامل اللي انت تحتاج ان يكون موجود مع ساعة رياضية أو ساعة ذكية أصلا حتى الأمور اللي انت عادة انت تتميز فيها من ساعة أبل إن كانت السولول وبترى تقدر تحصل صوار نفس اللي موجود عندي هنا وبعد بريدد تشتبون تقدر تركبها انت على ساعة سامسونج ما عندك أي مشاكل وأكيد هم ميزة الـ Always On Display مع التطبيقات اللي يقدر يعطيك إياها والقراءات اللي ممكن تكون موجودة انت عندك على الهوم سكرين مع ويوه وايد كثيرة راح تكون موجودة عندك انت حق الساعة بشكل وايدي كبير كذلك أعطلع لكم كل ويوه اللي تقدر تشوفها انت هنا بنفس الوقت فساعة سامسونج جالاكسي واتش ثري LTE Variant أكثر ساعة متكاملة من ناحية القراءات التي تحتاجها والمستشعرات الموجودة حق نظام حياة صحي بشكل وايد أكبر ممكن تفيدك يا الحين على دخول الرمضان الله أعلم العموم، هذا كل ما يخص الساعة تأكد تشوف المراجعة الكاملة اللي سوتها حق هذه الساعة لأن باج الأمور تطرقت عليها بهذه الساعة من ناحية استخدام البطارية وغيرها باستثناء الإضافات اللي قلت لكم راح تكون موجودة على جالاكسي واتش ثري LTE Variant وتوقع بس سامحوني على الإطالة والكسور سلامتكم تعيشون أحمد بعريكي فمالله الكريم يه ترجمة نانسي قنقر